السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم دلوقتي يا شباب نحن ان شاء الله لدينا بات بتجريبة للصف السادس مع مجموعة من الطلاب المتفوقين والمتفوقات على الزوم وان شاء الله بإذن الله من خلال البات سنبدأ نراجع مع بعض مراجعة نهائية من دلوقتي وان شاء الله بإذن الله سنبلغكم بالمواعيد التي سنسجل فيها لكي تكون متابعين معنا البات ولكن هو النهاردة البات تجريبي للصف السادس كما أنتم شايفين على الشاشة حسنا نرى مع بعض نشرح من مزاكرة The Conclusion شباب دعونا نرى من مزاكرة نحن 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 تقريبا ما يقارب من اكتر من 12 اختبار ايو 12 اختبار موجودين في اخر مزاكرة The Conclusion تستفادوا من المجموعة من الاسئلة المنطقة عبارة عن كمية كبيرة من التدريبات على الكلمات وعلى القواعد وعلى مواضيع التعبير تستفادوا من خلال مزاكرة The Conclusion نحن تلبية اليوم الصف السادس سنعمل مع مجموعة من الطلاب الموجودين كل عليك ان تتابع الفيديو او تتابع البث على الانستجرام وتحاول ان تساعدنا في النشر لكي يصل للجميع نتابع مع بعض الشرح سنبدأ ابطال نبدأ بجوري نمبر واحد دعوني اقرأ لكي تقرأ لكي تقرأ على الانستجرام اريد ان تركز معي في حل الكلمات يجب يعرف مهم وهي الارتباطات والتصاحبات اللفظية التي تساعدنا في الحل ان شاء الله من خلال الفيديو سنعرف كيف تتعامل مع سؤال البكاد جوري جهزة سأل وراني يقول يا جوري الارتباط مهم 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 لن يجب لن يجب كم إجابة يا جوري لديك أربع إجابات سألت تتعامل 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 تركز الناس تتابعنا مهم يجب لا يجب يجب لا يجب تتعامل يعني يعني لا يجب أن نصرف في استخدام الماء كلمة وست يعني كلمة معناها يسرف هل في الجملة كلمة معينة خليتك تعرفي ان الإجابة وست؟ وهي كلمة ايه؟ او كمان بيقولك ايه؟ مهم؟ بيقولك الماء مهمة لا يجب ابدا ان نسرف في استخدامه لا يجب ان نضيع يبال فعل ويست شباب من الأفعال المهمة جدا نحن لدينا نحفظها والفعل هنا معناه يسرف او يضيع او يبذر والتصريف الماضي منه باضافة الدي فتقول ويست فعل من الأفعال القوية وعاوز اقولك على معلومة والسر الخطير هنا انت يا بطل الأفطال لما بتشوف جملة بتتكرر معانا في التدريبات تعرف ان هي تكررت الاختبارات فتبدأ تحطها هنا تبدأ تركز فيها لان هذه الجملة ستبقى من الاختبارات والضن يا جوري يلا يا محمد البطل نمبر 2 الجملة بتقول ايه؟ سنيكس are very dangerous animals because they are expensive rich poisonous ولا tasty ايه رأيك في الاجابات يا ابو حميد ها؟ poisonous يعني محمد يعني سام طب فيه كلمات مفتاحية في الجملة يا بطل الأفطال عرفتك ان الاجابة poisonous احسنت سنيكس وكمان عندي كلمة تانية اسمها ها؟ dangerous animals يعني ايه dangerous animals حيوانات خطيرة يبقى الثعابين كلمة مفتاحية dangerous animals كلمة مفتاحية خلتني اعرف ان الاجابة الصحيحة هي poisonous بننطقها ازاي محمد poisonous poisonous والضن يا بطل الأبطال طيب يلا بينا يا نوران نمبر 3 تركز معي the old ship sank in the sea when it hit a and two weeks ago هل يترى الاجابة ايسبيرج ولا addition ولا award ولا problem ايسبيرج معناها بالعربي طيب السؤال التقليدي المعروف ايه الكلمة اللي موجودة في الجملة خلتك تعرفي ان الاجابة ايسبيرج وعندك كمان وعندك كمان وعندك كمان وعندك الفعل هت يا سلام عليك يا نوران يبن عندي old ship السفينة القديمة غرقت في البحر واستضمت معروف يا شباب قصص السفن التي تغرق هل تعرفين انها تغرق بسبب ايه؟ انها اما تغرق لقدر الله مثلا تصطدم بايسبيرج لو كانت ماشية في المنطقة القطبية اللي فيها جبال التلجية او لقدر الله في حريق او في ايشي احنا عندنا السبب اللي خلت السفينة تغرق انها تصطدم بايسبيرج يعني ايسبيرج كمان مرة يا نوران جبل تلجي براف عليك يا نوران شطر يا ماما مريم نمبر فور تفضل يا مريم الجملة بتقول هل يطرح ناخد فاينالي ولا هستلي ولا كيرفلي فاينالي هستلي ها طيب كيرفلي اجابة صحيحة طب ايه اللي في الجملة خلاني اعرف يا مريم ان الاجابة الصحيحة كلمة كيرفلي يلا بينا ها انا عندي معروف ان قائد السيارة لازم يسوق بحرص صحي كلمة وعندي الفعل شوت درايف بقول شوت درايف تعرفي يعني يجب ان يقود ان يقود يقود السيارة طب عارف الجزء الاخير من الجملة ده معناه ايه؟ ان يقود السيارة ان يقود السيارة ان هما يوصلوا البيت بامان طب ازاي السائق علشان يصل البيت بامان لازم يسوق ازاي؟ كيرفلي برافو عليك يا شطرة برافو عليك يا مريم ناخد علي البطل نهر 5 ركز معايا علي في الجملة الخامسة دي جيت اب ايرلي اotherوايز يويل تبلي ركز معايا التاني في الجملة جيت اب ايرلي اotherوايز يويل تبلي خلق ايه رايك بطل الابطال هنا؟ ميس معناها ايه بطل الابطال؟ معناها يفقد طب ايه اللي في الجملة؟ خلاني اعرف ان الاجابة كلمة ميس بيقول لك مبكرا وإلا تعرف أني دايما إما تقول يتأخذ الطيارة يتفقد الطيارة يتفوتك الطيارة يتلحق الطيارة يعني دايما نقول وعكسها لو أنت صحيت بدري هتعمل يعني هتلحق بالطيارة طب لو أنت صحيت متأخر هتعمل Miss The Plain وهتفقد الطيارة يعني داي شباب بنسميها في اللغة الكاليكيشن يعني الكاليكيشن الارتباطات والتصاحبات اللفضية الكلمات اللي دايما بتيجي مع بعضها لما بشوف The Plain أتذكر Miss لما بشوف Catch أتذكر ايه أتذكر The Plain لما بشوف عندي هنا في الجملة The Plain يبقى على طول الإجابة Miss ليه لأن دايما بيقول اسمها الكاليكيشن ارتباطات وتصاحبات لفضية كلمات دائما بتيجي مع بعضها والدن علي البطل إجابة صحيحة البطل الأبطال طيب احنا دلوقتي في الجملة رقم ستة هناخد جوسيان نومبر سيكس بابيز يستسليب باسكتزين في الماضي ناو دي سليب كاتس سفيرز بريسز والايس بيرز ايه رأيك كاتس which means ايوه فين الكلمات المفتاحية يا بطلة بيبيز سليب نحن دلوقتي نركز على الفعل سليب ان بتنام فين البيبيز معروف يا شباب البيبيز بتنام في الكاتس دا دلوقتي طب زمان بقى جوسيان ها كانت بتنام فين البيبيز قبل باسكتز موجودة هي في الجملة كما انت شايفها يبقى يا شباب معلومة معلومة ما هيش معلومة صعبة ولا حاجة هي معلومة سهلة بالنسبة لكم يا سالس ان الاولاد والبنات الصغيرين اللي لسه مولدين زمان كانوا بيناموا في حاجة اسمها المامل الأوقات اللchau اللي هي الكاروكا اللي هي مصنوع من الخشب او المناز اللوا انت عرفين او ممكن تقول الباسكت اللي هي السلة زمن كانوا بيناموا في السلة بس الكلام دا من زمان قوي مش على أيامكم لأ ممكن على أيامنا تمام يبدى كلمة كاتس اللي هي سرير الطفل اللي احنا بننام عليه دلوقتي أو بننيم فيه البيبيز دلوقتي اللي هو مصنوع من الخشب أو مصنوع من البلاستيك او ممكن مصنوع من أي مادة يعني تحمي الطفل. شطرة يا جوسيان برافو عليكي. يبقى الإجابة الصحيحة كلمة كاتس. نومبر سيفن. خلينا ناخد عبود عبد الرحمن نومبر سيفن. ركز معي عبود. موست سنيكس. بدأنا هنا في الجملة المتكررة هي. أيوا بدأنا في الجملة المتكررة هي. ركزوا. ها. موست سنيكس في الجملة المتكررة هي. لا تذهب إلى أقلهم. يا سلام. يا الإجابة. ركز، بروكن، وارد، ولا بوزنس يا بطل الأبطال. ركز ولا بروكن ولا وارد ولا بوزنس عبد الرحمن. صوتك مش طالع يا بطل الأبطال. ها. أسرع يا بطل. أسرع يا بطل. ها. ثاني. أسرع يا بطل. يا سلام. يا سلام على البطل الأبطال. طب يا بطل. قل لي إيه السبب. قل لي. قل لي إيه السبب يا الغالي. علشان عندي كلمة إيه يا الحبيب سنيكس. وكمان عندي. آه. وكمان بيقول لي إيه. دونت جو نير ديم. يعني التعبين. وخطيرة وبيقول لك لا تقترب منهم. لا تقترب من من يا شباب. من التعبين طبعا. لأنها إيه يا شباب. لأنها هي عبود. لأنها بويزنة سمة يا بطل الأبطال. وحش يا ولد. برافو عليك يا عبود. شاطر يا بطل الأبطال. يلا يا كنزة. السؤال رقم 8. نابر 8. بتقول لي يا كنزة. خليني أقرأ ليك الجملة. برافو عليك يا كنزة. ما هي الكلمات اللي خلتني أعرف إن الإجابة ميدل يا ماما. تفضلي. يا سلام. كلمة جولد دائما بتيجي مع ميدل. وعندي كمان إيه. وعندي الفعل وان. وعندي كمان العبارة دي جميلة قوي. نعم. في السباق النهائي. يعني أخي يا فاس بالميدالية الذهبية. ما شاء الله. في السباق النهائي يا ترى إيه في الجملة هنا ساعدني. عندي الإجابة وان. وعندي كلمة جولد الذهب. وعندي إن دا فاينل ريس. يبقى يا شباب لازم نعرف إزاي نتعامل مع سؤال الفكاب. علشان ناخد الدرجة الكاملة. في حاجة اسمها الكي ويرز. المفاتيح. المفاتيح اللي بتفتح بيها الباب. بتفتح بيها السيارة. لازم تبقى معاك علشان تعرف تفتح الجملة وتصل للإجابة بسرعة وبدقة. إجابة جميلة برافو عليك يا كنزة. طيب ناخد هاجر. الجملة رقم 9 يا هاجر وركزي معي. The mother told their son to all his toys in one big box. يعطرح نقول feed ولا melt ولا own ولا collect. هاجر. ها كلها. يا جمع. طيب أقولك. تعرف بقى بخبرتك الكبيرة ونعرف إنك شاطرة يا هاجر. تعرف الترجمية للجملة كلها. يلا بينا. أيوة. أخبرت. حلو. الله. يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام عليك يا هاجر شاطرة برافو عليك. بتقول الأمة أخبرت ابنها إن هي تجمع الكثير من الألعاب في صندوق واحد. والله هذه هي ترجمة هاجر. ما شاء الله عليك يا هاجر. إجابة جميلة. طب فين بقى يا ست الكي ويرد المفاتيح اللي موجودة في الجملة. تخليني أعرف الإجابة الصحيحة. يلا بينا. ها. طب بص كده. أيوة. 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 وهذهbsة أيوة. 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 يجمع من الناس personas. مليو عليك. شاطر ي거나 هاجر. نعمل ن encaja. أيوة. أخبرت افسير واو عطافاي tube. أيوة. لا نستقل أن يا إبو حمد، أخبرت بفعل واحدا. تكون في المسلسل. الكلمات المفتاحية فين يا بطل الأبطال. بص كده في الآخر وعندي كمان ايه? السلام. السلام يا سلام. عندي الفعل واتش اللي بميك بمعنى يشاهد يشاهد حلقة وعندي كمان التيفي برو جرام اللي هو البرنامج التلفزيوني يا بطل الأبطال. فعلا ديه كلمات مفتاحية اللي بتساعدني فيه اتواصل الإجابة الصحيحة. براو عليك يا أحمد نبيه البطل. هناخد اياد ويقيوم لها رقم 11 يا اياد. ركز معي. ي مي ماغر كوكس فود. اي لوف اتو مكش. ركز على اي لوف اتو مكش. رف تيستي اكسيرين ولا اكزاستيد. رف تيستي اكسيرين ولا اكزاستيد. هلو اياد. هلو اياد؟ هلو اياد؟ اياد؟ دائما أنا أتجاه الكريم لغاية أما يظهر ويبان ونبدأ بجوري ثاني يلا يا جوري ماي مادر كوكس فود ايضا لديك ايضا تايستي 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 يعني ايه تايستي يا مواما تفضلي يعني لذيذ فكرة كلمة تايستي دليشيس عرفت دليشيس تاستي بتساوي كنت دليشيس يومي طيب يعني I love it so much لو الطعام لو الطعام لو الطعام لذيذ حنحبه I love it so much حنحبه طبعا لو الطعام لذيذ حنحبه طيب يبقى فين الكلمات المفتاحية اللي ساعدتني اللي هي كلمة food وكلمة I love it so much رفع عليك هل إياد ظهر وبان؟ هل يا إياد موجود دلوقتي يا بطل أبطال؟ طيب ناخد محمد تفضل يا حمادة تفضل يا بطل أبطال جملة نشر The football match stopped because of the heavy rain Happily, soundly, carefully ولا suddenly محمد Stopped ركز فيه المعنى الأخير اللي بيقولولك هنا بص كده بيقولك Because of the heavy rain Happily, soundly, carefully Apparently Suddenly ؟ صح؟ يعني ايه بقى Suddenly يا بطل الأبطال؟ فجأة المباراة توقفت فجأة because of the heavy rain يبقى هنا الكلمات المرتحية للأساس عليها هايلايت زي ما انت شايفين الفعل ستوقت بنقول دايما توقف فجأة توقف فجأة وعندي سبب ايه السبب بسبب المطر ايه الغذير بربو عليك يا حمادة شاطر شاطر يا بطل يلا يا نوران اتفضلي الجملة بتقول ايه يا نوران اسمحي لي اقرأ لك يا نوران علشان الناس تسمع معي ايه الص john视 Jommie القادمة المثير و ايه الصح صح يعني ايه R Ancient او مثير الجملة الصحيحة يترك كلمة المفتاحية هنا الموجودة في الجملة ايه نوران هي وعندي أيضاً موفي يبقى موفي فيلم مثير فيلم مثير ممكن فيلم شيق فيلم حماسي كما قلت بالضبط أريد أن أقول لكم على سر خطير عندما تظهروا في الأربع صفات ستجدون بعضهم فيه ED و بعضهم فيه ING دائماً أنا معروف عني أن أصبح أصبت في الصفات يجب أن أقول أن هذه الصفات مع الأشياء تكون فيها ING مع الأشخاص غالباً بيبقى فيها ED يعني لماذا لا قلناش لأنها منهك أو متح بتيجي مع الأشخاص أما فيها ING غالباً هتيجي مع الأشياء ينفع أقول وما ينفعش أقول أنا أقدر أقول على نفسي I am exhausted ينفع أقول He is exhausted مع الحالة والحالة وما ينفع الإنسان غالباً بيجي مع الشخص عندما تأصف الشخص تستخدم الصفات لما تأصف الأشياء تستخدم الIMG لا تنسى المعلومات المهمة تعالوا كده نشوف مع بعض رقم 14 رقم 14 هنا يا مريم I have to drive when the roads are icy I have to drive when the roads are icy suddenly, slowly, happily, finally برافو عليك يا مريم لماذا تستخدم الصفات سلولي هل تستطيع الترجمي لي معنى الجملة؟ هم برافو عليك أن الطرق مليانة تلج تلجية وبالتالي هذا سبب أن ننزو بحرص أو ببطء إجابة صحيحة لا تنفيش أو لا تنمشي لا تنمشي ولا تنمشي المعنى ماشي السياق الجملة ماشي صح مع كلمة اللي هي بتسوي كلمة يعني دائماً مع القيادة نقول ونقول إجابة صحيحة يا مريم برافو عليك اليوم سنأخذ هذه الصفحة ونأخذ أيضاً النمط الثاني ما شاء الله تبارك الله ترى التدريبات تعالوا يا شباب نأخذ هذا الجزء من التدريبات لأننا نضرب على كافة أشكال وألمط التدريبات وإن شاء الله لنعود أيضاً في مزاكرة الخلاصة وهي خير رفيق لك ولكي في المراجعات النهائية لأنها تحتوي على كمية هائلة من التدريبات فعلاً ستفيدكم جداً في الاختبارات هاتوها قبل أن تتأخروا تتأخروا كما ترى هذا النمط كما ترى هذا النمط يأتي بشكل هذا خمس كلمات على أربع جمل دائماً يكون لدي كلمة زائدة أربع جمل فقط على أربع كلمات يعني لدي كلمة زائدة وأنا أحب أن أعرف طلابي وطالباتي عندما يحلوا يتعاملوا كيف مع هذا السؤال بذكاء طبعاً تعالوا كيف أنا لازم أعرف أن هناك شيء اسمها في اللغة بارسو سبيتش كلمة كلمة اسم يعني لازم أعرف أن اسم يعني صفة يعني صفة يعني صفة يعني اسم يعني اسم شهادة يعني شهادة يعني قديم يعني كمس اسم يعني ثلاثة يعني كمس يعني آجكتب يجب خمسة كلمات تصنف على ثلاثة أسماء مثلاً وصفتين تمام وممكن أن أجد أستاذ أعرفت أن مجموعة كلمات أسماء و مجموعة كلمات و صفات سيفيدك كيف في الجملة؟ حل معك الجملة الأولى لكي تعرف هذا الموضوع سيفيدنا كيف مين سيساعدني؟ علي محمد البطل أحلى واحد يساعدني في هذه الجملة أقرأها علي ثانية لكي نزميلا أقرأت لكي نزميلا و حتى لا نعرف بطل الأبطال أنا عندي الفعل فعل فعل ما فعل 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 فعل؟ شعرت جدا دعي بالك الصفة أو فعل فعل دائما يجب على الصفة أهميت أن أبحث عن الصفة طالما أبحث عن الصفة أنا ضيقت النطاق البحث بدل أن أبحث عن خمس كلمات، أبحث عن كلماتين أنا عندي الصفات فين يا بطل الأبطال؟ عندي الصفات فين؟ عندي الصفتين اهو يا إما واريد يا أولد فاشوند من سيق الجملة كده بقول ماي جراما فلت فلت فري وين وي دينت ارائيب عن تايم يعني العبارة الأخيرة دي حماد ما وصلناش بالوقت المحدد علشان كده هي شعرت بالإي واريد ما يعني؟ القلقة يعني هنا واريد تجيب معنا القلقة القلقة يا شباب يبقى جداتي قلقة أو شعرت بالقلق لأننا ما وصلناش في الوقت المحدد من سياق الجملة عرفنا إن السياق ده محددك صفة فأبا حتى عن الصفة أنت أخذ بالك علي برابع عليك يا بطل الأبطال جوسيان ستساعدني في نمبر تو خليني يا جوسيان كده أقرأ لك نمبر تو أنت أحب المدرن لكن أحب المدرن أحب المدرن أحب المدرن جيدا يا جسيان. جيدا يا عبد الرحمن. في الجملة الرقم الثلاثة. أنا أستمتع بمشاهدة. عاوز تقول بروغرامز صح؟ تعال بقى كده يا سيدا أقول لك على شيء. أنا أستمتع بمشاهدة. يبقى أنا محتاج صفة أو محتاج اسم. هنا. فين الأسماء ثلاثة. بوم ليفز. بروغرامز. ولا سرتيفكت. إيه اللي ممكن تشاهده. إيه اللي ممكن تستمتع بمشاهدته. زي ما عبد الرحمن البطل قال. الإجابة بروغرام. أقدر أستمتع بمشاهدة. إيه. البرامج عن الحيوانات تكمل. يعني إيه ناشنال جيوغرافيك تشانل. لو تعرف. ناشنال جيوغرافيك تشانل. هي قناة ناشنال جيوغرافيك. ناشنال جيوغرافيك تشاهد حيوانات في الغابة. عرفت يا بطل أبطل. بروغرام عليك يا عبوت. دعنا نأخذ كنزة. الجملة رقم 4 يا كنزة. المدير من المدرسة. أعطاني بعدما فزت في السباق الجائزة. يا طرق أعطاني إيه هنا؟ أعطاني شهادة. أعطاني شهادة. يعني شهادة التقدير مثلا. ما هي شهادة تخرج مثلا. لا شهادة التقدير يعني. بالضبط. إذا سمحت هل هناك كلمة مفتاحية تجعلني أخذ اسم A والأن؟ دائماً يأتي وراها اسمي يا شباب إذا لم تأتي ذلك يا أستاذ، ما أنت من شوية إدتني بروغرامز ومن شوية خط أولد فاشوند وخط نوريد يبقى بس بقيل كلمتين يا بام ليفز يا سرتيفكت يا طرى مدير المدرسة يريدني بام ليفز؟ لا طبعاً، أريدني شهادة يبقى الإجابة الصحيحة هي كلمة سرتيفكت برافو عليك يا جزء برافو عليك يمين يا كنزة حسنأخذ التدريب الثاني ونقفز سوى كده على شوية قواعد نحلها النهاردة برضا بإذن الله تعال يلا بينا تعالي كده يا هاجر عندي خمس كلمات يا شباب وحنقول عليها دي ظرف يا شباب خليني أقول لكم عليها أدفرب يعني ظرف وأكتور اسم وأورد اسم أدفرب يعني ظرف وعندي فرنيتشر اسم يبقى عندي ثلاث أسماء وعندي ظرفين مهم 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 أنك تبقى عارف البورس بسبيتش أجزاء الكلام خليك تتعلم معي الطريقة الصحيحة الحل السؤال هاجر هل تصدقوا على أتفاق؟ نفسه هل تكلم فبرا وعندي؟ أتفاق مهم نصف أتفاق مهم ما هي الأسماء؟ عندك أكتر وعندك أورد هذا الرجل ينفع أقول بنت الرجل ده هي جائزة مشهورة؟ لا ينفع يبقى الإجابة الصحية هنا هذا الرجل ينفع أكتر ممثلة مشهورة يبقى المعنى كده ماشي معنا الصح يا شباب بنت الرجل ده ممثلة مشهورة إجابة صحيحة طيب فيه كلمات يا أستاذ مفتاحية في الجملة ساعدتني تعالوا كده أقول لكم عليها كلمة فيمس مش دايما كلمة فيمس بتيجي مع المشاهير الممثلين ولعبي كرة القدم للأسف بالأسف نحن نريد أن نفيد المجتمع العلماء والأطباء والمهندسين والمدرسين والطلاب هم الذين يفيد المجتمع أكثر من لعبة الكرة والممثلين وهذه هي الحقيقة ممثلة مشهورة دائما الممثل يكون مشهور فهذا تعتبر كلمة مفتاحية تساعدني في معرفة الإجابة الصحيحة براف عليك يا هجر شطرة نأخذ أحمد نبيه البطل نوع 6 أحضر أحمد نبيه البطل أحضر أحمد نبيه البطل حلمي أحضر أحمد نبيه البطل نقول هنا بطل الأفضل طالما قلت بطل الأفضل فهذا فعل وطالما قلنا فعل يبقى محتاجين ظرف فين الظروف بقى هنا؟ حلمي أخيرا تحقق حلمي أخيرا تحقق إجابة صحيحة سياق الجملة م тепل وغير الظروف أخيرا أنا فزت بالميداليا الدهب أحلامي أخيرا تحققت السياق التحقق مع بعض لا ينفع نقول لا ينفع نظر أحمد نظر لا ينفع نظر أحمد نظر أحمد نظر أحلامي تحققت بحرص أو بحضر أخيراً تحققت براف عليك يا بطر الأبطال نرجع ثاني ونأخذ جوري في الجملة نرجع ثاني دائماً 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 من سوق أو قود أو قود السيارة بحرص بحضر بيقولك من الخطر أن تقود بسرعة يبقى الإجابة أو النصيحة أو الأمر أو التوجيه أو الإرشاد دائماً دائماً سوق بحرص أو بحضر يلا يا محمد البطل يلا يا حمادة الجملة رقم 8 ثانياً سوف نقوم بحضر نقوم بحضر نقوم بحضر نقوم بحضر هؤلاء نقوم بحضر نقوم بحضر بحضر نقوم بحضر فرنتشر برافو عليك يا بطل الأبطال رقم تمانية هي الإجابة الصحيحة وبكده عندنا أورد طلعت بره اللعبة رائع جدا خدنا كده التدريب واحد و التدريب تمانية وإن شاء الله مكملين مع بعض بإذن الله تعالى في الكلمات إن شاء الله الحصة الجانب أن نأخذ قدر تاني من الكلمات خليكوا فاكرين إحنا وصلنا فين يا شباب في مذكرتنا نحل طبعا هنا يا شباب في اللي معاهة مذكرة صفرة 119 هنبدأ بقى ناخد شوية جرامر يبقى احنا كده دائما في كل حصة وإحنا إن شاء الله انتم معنا في اللايف ده لغاية الساعة ستة واسمحوا لي بعدها علشان الفيديو ما يباشطو القوي هنكمل إحنا حصتنا وإن شاء الله بتتبايو أو تقدروا إن شاء الله اللي يحب يبقى يشترك معنا في الكورس القادم على الزوم معنا أو يدخل معنا الكورس المسجل على منصة طلابي هتستفادوا مع مجموع من الفيديوهات القيمة طيب هنحل دلوقتي النمط الأول من الجرامر وهو زي ما انتم شايفين choose the correct answer from a b c and d وكان معايا مين كان معايا محمد هناخد نوران الجملة رقم واحد يا نوران هنحل مع بعض اسمحيلي يا نوران أقرأ لك الجملة أنا نعم هلا أنا قلت دلوقتي صفحة 119 يا بطل 119 ماشي حبيبي طيب يلا يا مين يلا يا نوران if you travel abroad you wonderful touristic places ها شايفة يا نوران if في الحالة الأولى وراها مضارع صح لما ييجي بعد if مضارع verb one علشان الضمير you جمع شايفة الضمير you جمع ماشي وبالتالي هنا يا أستاذ جاي فعلا نضيفه if you travel abroad لو تسافر للخارج you wonderful touristic places الإجابة طبعا اللي انت قلتها you will see ليه بقى قلنا will see علشان if لو كانت في أول الجملة يبقى ييجي وراها مضارع ولو أعطاني المضارع يبقى عاوز الزمن الآخر اللي بعد الفصلة يجي في الفيوتر يا شباب اللي هو الزمن ده اللي هو في الفيوتر will بيجي وراها verb one يا شباب ما تنسوش المعلومة المهمة دي تعالوا كده اذكركم تاني if مضارع بسيط فصلة future will verb one تاني if مضارع بسيط بعد if في أول الجملة بعدها مضارع بسيط يبقى الجملة الثانية بعد الفصلة اللي لازم يكون فيها will verb one أنا عارف ان في ناس دي في وقت تتسألني يا أستاذ المضارع البسيط تعال تعال كده اقول لك المضارع بسيط لو كان الفعل plural زي we وزي i يبقى هنا ال verb one يبقى التصريف الاول للفعل تمام طيب لو كان الفاعل singular لو كان الفاعل مفرد singular زي مثلا هي او شي يبقى الفعل هنا يا شباب الفيرب بلس اس ايوة يعني لو قلت اي يبقى play طب لو قلت علي تبقى plays خلي بالك شوف المضارع البسيط لو كان ده موجود بعد اف فاول الجملة يجي بعد الفصلة will verb one زي ما انت شايف في المثال اللي هو number b مرافو عليكو شاطر 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 يا نوران مريم في الجملة number two he built strong muscles muscles okay he kept to go into the gym or so because but تعالي 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 كده بقى يا نوران اشوفك اجوبت او يا مريم اشوفك اجوبت اشوفك اجوبت اشوفك اجوبت صح والغلب بقولك هو بانة عضلات قوية ها دايما كان بيروح او ظل يروح للجم يهترى ده سبب ولا نتيجة علشان ناخد سو سبب اه يبقى هنا هناخد كلمة اي or ولا so ولا because ولا but ايوه كده لانه ظل يروح الجم هو بنا او رب عضلات لانه ظل يروح الجم يبقى هنا يا شباب هناخد بيكاز وقصة بيكاز قصة سهلة جدا بيجي قبل بيكاز ايه يا شباب دايما ييجي قبل بيكاز النتيجة ودايما ييجي بعد بيكاز السبب تاني دايما ييجي قبل بيكاز النتيجة ودايما ييجي بعد بيكاز السبب يعني لو بيكازف النص على اليسار النتيجة وعلى اليمين بيجي السبب فين السبب هنا يا أستاذ ظلي روح الجامب ايه النتيجة يا أستاذ بنى العضلات يبقى الإجابة الصحيحة زي مزميلتكم الشطرة ماريام قالت إجابة صحيحة ماريام ويلدان هناخد علي محمد نومبر ثري تفضلي علي فكر يا حمادة يا علي انظر يا سيدي انا عندي 2 الجملة بتقول هي احمد تساعد الناس في المنزل ايه النتيجة انظر يا سيدي ايه القاعدة اللي احنا درسينها قبل كده يا شباب اللي بيجمعها حرف القرية 2 فكرها يا علي ايه يا بطر الابطال اي واحدة فيهم نومبر بي صح ايه ايه طب لماذا اخذت نومبر سي يوستو اما انا عارب طب ما هي سي ايه علشان فيه تو علشان فيه تو اصلا في الجملة فمنفعش اختار يوست اللي معاها تو صحيح كده يبقى اهمد يوست تساعدني كده في معرفة معنى يوستو بالعربي ايه اعتد ان الفعل هذا يستخدم للتعبير عن العادة التي تحدث التي كانت تحدث في الماضي الآن لا تحدث صحي كلامي تساعدني كده في نافي يوستو ايه ها هستخدم ايه هستخدم ايه هستخدم ايه هستخدم ايه دينت يوز ايه ايه كده يا بطل الابطال ما تنسوش المعلومتين دول ورب الكعبة بتيجي في الاختبار ثاني يبقى انا عندي يوست دايما بننطهى كده يوستو 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 ودايما بيجي بعد التو اللي هي بتتكتب بقوة واحدة بس تصريف اول اللي هو الفعل الوظيف ولما تيجي تحول الفعل له النفية تستخدم دينت بلاس يوز سميعني صح ايه دينت يوز تو واقول الفيرب وان زي ما انت شايف بطل الابطال براف عليك يا علي انت رائع يا علي عبد الرحمن للجملة رقم خامسة عبوت أبعد استخدمة كده كده ابعد ايه بي بيينج از وال ار الاجابة ايه بقى كل الاجابة بي انا سمعتها كده قلت كده قلت بي يا بطل الابطال شطر يا وحش الاجابة صحيحة تتكتب بيينج از وال ار تعال بقى يا عبود عاوز اسألك سوال لماذا قلت بي ما قلتش بي ينج ولا إز ولا آر؟ أمر 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 دايماً بعرف الأمر من كلمة Always لما بتجي في أول الجملة يبقى أنا عندي هنا أمر وإرشاد ودايماً مع الأمر لما بنجي نكون الجملة الأمرية بنستخدم لإيه؟ يا طارب فيرب 1 ولا فيرب 2 ولا فيرب 3 يا سلام عليك يا بطل الأبطال فيرب 1 صح؟ لماذا؟ لأنني أقمر فلما باجي أقمر أستخدم الفعلة النظيفة فأقول بي كن حاذراً بالإنجليزي كن حاذراً بالإنجليزي كن حاذراً عندما تقود على أوفئ الطقس المطير إجابة صحيحة برافو عليك يا بطل الأبطال سوف نأخذ كنزة في الجملة 5 كنزة الجملة بتقول كن حاذراً لهم؟ يا سلام يعني يا أستاذ لو شفت انجوي أو لايك أو بريفير على طول أضيف الآي نجي للفعل؟ نعم نعم يبقى كن حاذراً لهم كن حاذراً لهم يبقى بلعب وبيق الرمل في الملاعب أو على الملاعب نحن نأخذ جوسيان في جملة 6 كن الريق نعم 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 انظر؟ انظر؟ نعم انظر؟ سا مضارع أو ماضي يأتي أراه فيربي 2 الماضي البسيط عندما تأتي في النص وعلي منها ماضي بسيط يبقى على شمال هيجي إيه يا بطلة يا سلام عليك لماذا لم نقوم بـارسيتين الأولى لأن الزمن هنا مع ون يجب أن يكون قبل ون ماضي مستمر والماضي المستمر يتكون من إيه؟ يتكون من واز ويرب باين جي عندما ترى ون في نص الجملة على يسارها يبقى ماضي مستمر علي منها يبقى الفيرب باتو لا تنسوش الحتة دي يعطيك العافية جسيان ناخد هاجر في الجملة رقم سبع أبطال أبطال الناس يأكل ماضي بسيطة بسيطة الناس يأكل ماضي بسيطة 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 الناس ها ايوة كده يا السلام ليه قلت ليه قلت هو؟ عشان الناس عقل ولا غير عقل؟ ايوة كده ايوة كده طب لو كانت غير عقل كنا هناخد ايوة؟ يا سلام عليك هناخد ويتش برافا عليك ما ذكره م شاء الله شطرة يا هاجر يلا يا مريم لجملة رقم ثمانية اذا تقوم بسيطة 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 ولكن من حد لئت فجملة فجملة بسيطة 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 ويل بي ويل بي اللي هي الفيوتر يا شباب برافا عليك يا مريم يلا يا أحمد نبيه البطل جملة رقم تسعة تقول عندما نسألنا في المنزل، نسألنا في المنزل، نسألنا في المنزل، نسألنا في المنزل، ليه بقى يا سيدي وير بلايين؟ علشان بعد ويل بيجي ماضي مستمري اللي هو بتكون من واز او وير بلاس فير بلاس عيني جي، والجملة الثانية بتيجي فين يا بطل الأبطال؟ يبقى ثاني، كرر معي، كرروا معي يا شباب، وإلا ما بتيجي في أول الكلام، بيجي وراها واز او وير بلاس عيني جي، والجملة الثانية بعد الفصلة، بتكون في التصريف الثاني للفعل، بتكون في البرب تو، يا سلام عليك يا بطل الأبطال أحمد نبي، طيب ممتاز يا بطل، ناخد جوري من جديد، بتفضلي يا جوري في جملة رقم عشرة، الجملة اللي بتتكرر نحطها هنا، هنا، أحبت على السينما مع أجلبي، السلام، السلام يا سلام يا سلام على الناس الشطرة، أحبت على الانتظار، ليه قلت على الانتظار يا ستي؟ فاكرة، فاكرة الجملة ديت، فاكرة الجزئلة، لما شرحنا سوا، قلنا بعد إن جو، يلايك، وبريفير، بيجا اي نجي، سلام عليك شطرة، شطرة يا جوري، يلا يا أبطال، القملة رقم عشرة ستبقى شطرة يا جوري، ناخد محمد البطل، لتكون معه محظوما، لسي بعض الكثير من سيئة وغيرتين عندي حانول، وزي ما بنقول، دائمان يجيوا عراية ايه؟ يجيوا عراية أمر، والأمر يتكون من ايه؟ من الفعل النظيف، يبقى، ناخد محمد، ايت يا بطل الأبطال، إجابة صحيحة، ايت، ايت لاتسيك pages دائمان، كل الكثير من الخضرات والفاكهة، برافو عليك يا حمادة البطل، يلا يانوران! ياثر دي مايانت او مي انت ديليشيس فيش فرس ها كوكت الاجابة نمبر بي؟ علشان كلمة ايه؟ ياثر دي ليه؟ لان دي مضارع ولا ماضي؟ يبقى لما بنشوف يستردي او اي كلمة دلة على الماضي بناخد ايه بناخد الفيرب تو التصريف الثاني للفعل من الفعل كوك تبقى كوك تبقى اقول لك ايه عرف الفعل سليب الماضي منا ايه طب عرف الفعل جو الماضي منا ايه طب عرف الفعل تيك عرف الفعل جيف يا سلام سلام عليك شطرة برافو عليك يبقى دا شباب ينسميه التصريف الثاني للفعل زي ما انتم شايفين سليب سلابت جو ونت وتيك توك وجيف جيف معلش بقى الكلمات طلع شوية برا الشاشة بس ان شاء الله انا عارف انكم شطرين وتقولوها تعالوا تاني لقولها سليب سلابت جو ونت تيك توك وجيف جيف يا سلام شطرة برافو عليك يا نوران يلا يا جوري لا نوران علي علي يا نومبر فورتين إف يو كم شايفين الشباب الجمل اللي بتتكرر حالة اف دايما بتتكرر ازاي ده دليل على انها مهمة صح علي الجملة بتقول اي علي يا را كده علي وطن الجملة بتقول في الرقم الثلاثة قاعدة يوستو موجودة هيت صح؟ المفروض هنا بعد يوستو هنقول هي بطل الأبطل اللي هو ترابل اللي هي نومبر دي علشان بعد يوستو بيجي تصريف اول لي الفعل صح؟ شطر يا علي شطر يا علي رب عليك يا علي يلا يا عبد الرحمن اذا كنت تأتي في الرقم الثلاثة اف وراها مضارع ها يبقى المفروض هنا هناخد اي عبوت ها الاجابة تاني اي اجابة نومبر اي ولا بي ولا سي ولا دي بي هافسين مع اف في الحالة الاولى اف يجورها مضارع جواب الشرط في الجملة التانية بعد الفصلة نقول هافسين اموال اي يا بطل مش نركز انت مش دي الحالة الاولى من اف لما قلنا اف يجورها مضارع جواب الشرط بعد الفصلة يجي بزمن اي الفيوتشر المستقبل يبقى هناخد اي بطل الأبطل اذا اف ها وراها مضارع ها يبقى المفروض الجملة التانية بعد الفصلة يجي ايه اي عبوت ها انت بتحل في واحدة تانية خالص انا عارف انك شاطر قول يا بطل ايوة كده ايوة كده ايوة كده ايوة كده شاطر يا بطل الأبطال برافو عليك شاطر يا عبوت ايوة كده عبوت يعني بيض الله واجهك يا بطل يلا يا كنزة جملة خمستاشر مي فريند وازيل هي ديرن كومتو سكول يستردي ايوة ايوه بقولك كده فين السبب صديقي مريض صح شنو النتيجة ااة ده النتيجة صح اا ااة ااة اعني اذا جاه السبب في الاول والنتيجة في الاخر وعايز حاجة في النص تحطي Quick إجابة صحيحة. شوفوا معنى الجملة. شوفوا معنى الجملة هنا. صديقي كان مريضاً. لذلك ماذا حصل؟ هيدين انكمتو شكول ياستردهما جاش المدرسة أمس. جميل جداً. برب عليك يا كنزة. شطرة يا كنزة شطرة شطرة. بقول لكم يا شباب أنا طمعاً في صفحة كمان. نقدر نحلها والله نقدر نحلها لو شدينا حنة شوية. نقدر نحل الصفحة كمان علشان الأحباب اللي يتابعونا على قناتنا على الإنستجرام. ادعاسوا لايك وشاير الفيديو. اعمل منشان لكي كل الناس تعرف في الفيديو. إن شاء الله نحن نحلم المذاكرة التي ستفيدكم جداً 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 في المراجعات النائية والبثوث القديمة. احرص أن تأخذ نسختك والنسخ والعناوان المذاكرة موجودة على الريلز عندنا أو على الإنستجرام على قناتنا الإنجليزي. سأعطيكم ألف عافية. سنكمل يا شباب مع جوسيان في الجملة ورقم 16 ركز جوسيان معي. سأقرأ الجملة. سأقرأ الذين يتم تغ LIKE THE STUDENTSичين الاجتهارباء في الجملة. كم، أين متى، لماذا، وبالفم ولclip consp Res straining الطلاب الطلاب سنقول ما هو هو. لماذا يقعدين ستاء program؟ لا cd لأن الطلاب صعيفي أو الصحيحي بشرط لأن الطلاب لأن الطلاب عقل Conference براف عليكي كثم конечно ل дело نأخذ من؟ نأخذ من؟ نأخذ هاجر الجملة رقم 17 إذا تقوم بكتابة في الإنجليز يتظهر الكثير من الناس إذا تقوم بكتابة إذا تقوم بكتابة إذا تقوم بكتابة لما تقوم بكتابة سوف تتعلم بكتابة لا تحتاج شرحة لأننا أخذنا ف قبل هذا ف لما تأتي في أول الكلام و يجب ورها المضارع مع أيوء الجامع هذا المضارع البسيط نضع على طول الإجابة الصحيحة نضع الماضي نضع الماضي مريم محمود في جملة رقم 18 هذا هو تي شيرت التي شيرت عقل ولا غير عقل يا مريم يا سلام عليك يا مريم ليه وتش هنا يا ستي يا سلام عليك يا سلام عليك برافو عليك لأن تي شيرت التي شيرت غير عقل فيأخذ وتش دائما مع العقل نقول هو مع الاشخاص نقول هو و مع الأشياء نقول وتش برافو عليك يا مريم الشطرة يا أحمد نبي في جملة رقم 19 أنا أمي في مباشرة عندما قمت بأخذ واحد من المضارع ليه بقى يا سيد؟ اشرح اه اللي بعدها قلت ماضي بسيط صح؟ تقصد الماضي البسيط واللي قبلها يأتي ماضي مستمر فالإجابة هنا صح؟ دائما يا شباب خلي بالكم من قاعدة وين و قاعدة وايل لأنها تلقبت شوية لو ما تدربتش عليها كويس نحن طبعا الحمد لله جايبينها مع كل السياقات و مع كل الأنماط علشان إن شاء الله تدرب عليها هتلاقي معانا وين و وايل كتير لأنها من القاعدة المهمة التي تأتي دائما في الاختبارات برافو عليك يا بطل الأبطال أحمد نرجع ثاني ونأخذ جوري في الجملة رقم 20 يا جوري رقم 20 يا سلام يا سلام لأنه كما نعرفين و درسنا قبل كده أن بكاس في نص الجملة يأتي قبلها النتيجة وبعدها السبب إن السبب اللي بعدها لأنها رياضة شيقة جدا يبقى الإجابة الصحيحة لأنها تأتي قبلها السبب و قبلها النتيجة لا تنسوا هذا الكلام برافو عليك يا جوري نأخذ محمد البطل في الجملة رقم 21 The boys on the beach when it started the rain أنا وين ودا started هذا الماضي البسيط فيربيتو نأخذ ماذا يا حمادة هنا The boys were walking صح يا حمادة برافو عليك لأن سبق شرح قاعدة ويني يا شباب لن نطول عليك الإجابة الإجابة الصحيحة We're walking إجابة صحيحة حمادة نأخذ نوران الجملة 22 If I get full mark in English exam That's my new laptop We'll buy وشرحنا الحالة الأولى طالما فيه في الجملة بعد F مضارع بسيط على طول نأخذ We'll plus verb 1 كما ترى طبعا شباب انتو بلاحظين ان فيه جمل كثيرة يعني اتكررت لان في الواقع التدريبات اللي قدامكم من قلب الاختبارات يعني مشانا اللي مالفة من قلب الاختبارات يعني احنا دلوقت بدأنا نحل فعليا الاختبارات السابقة كلها وده معنا في المذاكرة ما يزيد عن 12 اختبار انت بتخيل لما تغلص المراجعات دي كلها وكأنك حليت 12 اختبار وده كان مهائي من التدريبات بإذن الله يمكنك منك تحصل على الدرجة الكاملة في mid term exam بإذن الله طيب يعطيك العافية نوران ناخد علي البطل في الجملة رقم 23 اسمعني علي That's the new computer game is fun to play computer game ليه بقى يا بطل ليه which يعني الكمبيوتر game غير عاقل فبالتالي هناخد which برافو عليك يا بطل الأبطال شكرا يا علي طيب ناخد عبد الرحمن Shall we have a chicken meat we have to choose علينا أن نختار because ولا but ولا or ولا so chicken meat or which means أو علينا أن نختار chicken chicken or meat chicken or meat يعني لحم الدجاج أو اللحم فطبعا هنا هناخد or هل تريد أن تغير إجابة؟ ليس عاجبك الدجاج واللحمة من غير الأصناف؟ صح صح or ولا أنت مختنع؟ اه اكيد ايو اكيد اه 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 لأنه لدي اختيار two options عند خيارين نختار من اثنين صح السمك الدجاج أو اللحم طبعا يجب أن ناخد or إجابة صحيحة لأنه عندك اختيار عندك خيارات فتختار or تستخدم or برافو عليك يا علي برافو عليك يا عبود ايو اكيد ناس اللي فاهمة تريحك ناس اللي فاهمة تريحك يعني انت حتى لو غلطت كمدرس تلاقي المدرس طالب صاحي ويقول لك لا واستاذ صح صح انت غلطت ولدن يا بطل الأفطال شاطر يا عبود يلا يا كنزة تلقم لـ 25 يا كنزة they on the beach when they found the shell شاطرة لأن وإن موجودة وتكررت القاعدة يا شباب زي ما انتم شايفين في تدربات كتيرة فدا ده دليل على ان القاعدة دي مهمة جدا برافو عليك يا كنزة يلا يا جوسيان عندما كان مصاركة في مكتبها، فتح أصبحت. تنصب؟ 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 تفتت؟ نعم، تفتت، أخيرة. مبراو. برابع عليك، جوسيان. هاقر، في كل كويت، مدينة كنت تنصيب في صحيح. في كل كويت، مدينة كنت تنصيب في صحيح. يستو يجي وراها إيه؟ هاجر سليبنغ نمبر سي شور؟ شور؟ بعد يستو مش المفروض يجي وراها إيه؟ أيها كده، ليه بقى يا ستة؟ يا سلام، يا سلام، يا سلام، ما شاء الله، مدرسة شطرة يا هاجر، براف عليك، بعد يستو يجي فعل نظيف يا شباب، براف عليك يا هاجر، يلا يا مريم، تمانية وعشرين، ترتلز، ترتلز، لاحظين، ترتلز جامع، فهذا مضارع بسيطي، بنقول لي، لي، السلاحف دائماً بتضع بيضها في الرمل، فناخد لي، ليه ما قلناش ليز؟ لأن الترتلز جامع، لأن الترتلز جامع يبقى الفيرب واني شباب هي التي تبقى موجودة ترتلز، يبقى على طول هناخد لي، لو قلت ايه ترتل، يبقى هناخد ليز، مع المفرد الفعل زد اس، مع الجامع الفعل النظيف براف عليك يا مريم، أحمد نبيه، والجملتين عندنا أحمد نبيه، أحمد I can't find my book gives information about space البوك، ماي بوك، ياخد ايه يا حمادة؟ ويتش، ليه قلت ويتش يا بطل الأبطال؟ علشان غير عاقل يا بطل الأبطال، برافع عليك يا حمادة، أخر جملة معنا في الجرامر جوري، If I have enough time I look for my keys I think I left them somewhere. طيب قول يا حمادة، الجملة مدي من نصيبك، اتفضل يا حمادة، لاني جوري يبدو ان كده سمعتها ممارسة، برافع عليك يا حمادة، برافع عليك يا حمادة، حمادة مسكرة، ها، If I have enough time I would, will, would have, will have. ايه رأيك يا بطل؟ ويل بس يا بطل الأبطال، شاطر يا بطل الأبطال، هناخد الإجابة الأخيرة يا شباب، زي ما انتم شايفين، إجابة صحيحة، لاني اتفقنا وقلنا، إن في أول الكلام يأتي وره مضرع بسيط وبعد الفصلة يأتي ويل بلاس بير بوان ما تزهقوش من التكرار لاني داي من التكرار بيعلم الشطار، كده هنكون وصلنا للجزء المقدر لنا ان احنا نحضره مع بعض الجرامر وكلمات وإن شاء الله بإذن الله زي ما قلت لكم الشباب اللي يحب ينضم لنا إن شاء الله على المنصة الطلابي شوف المدرات المسجلة أهلا وسهلا به والي يحب ينضم لنا على كورس الزوم في الكورس الثاني بإذن الله بردو أهلا وسهلا به يعطيكو ألف عافية إن شاء الله نشوفكم على خير في باقي إن شاء الله البثوث اللي إن شاء الله تستفتعوا بيها معنا قريبا طيب إحنا هنكمل بقى دلوقتي حصتنا إحنا شباب إحنا ولله الحمد أخذنا كده جزء رائع جدا من التدريبات خدنا جزء رائع من التدريبات هنكملها إن شاء الله مع بعض دلوقتي إحنا ترجمة نانسي قنقر